لم تكن الضربات الجوية التي وجهتها تل أبيب للنظام السوري مرتين خلال الأسبوع الماضي مجرد استهداف اعتيادي للنظام وإيران بل يحمل في طياته رسائل سياسية عديدة تضيق فيها الدائرة على الأسد وطهران أكثر فأكثر ورغم حديث العديد من المسؤولين في النظام أن القصف الصهيوني لا يحرج النظام بشكل كبير بل حليفته روسيا وصواريخها التي باعتها للأسد إلى أن موسكو لم تكترد كثيرا في ظل ما يشاع عن ازدياد حدة التوتر بينها وبين الأسد وطهران هذه الأخيرة التي تريد الاستئثار بأكبر المكاسب ولو على حساب موسكو التي تعاونت مع إيران على نحو وثيق للحفاظ على نظام بشار الأسد ومنعت سقوطه لكن ليس اليوم كالأمس فزيارة وزير الدفاع الروسي إلى سوريا عقب اجتماع ثلاثي عقد في دمشق لرؤساء أركان العراق وإيران وسوريا تحمل رسائل قاسية تتركز بضرورة الاستفادة من الفرصة الروسية للمحافظة على الدولة السورية وضرورة توفيت الفرصة على الذين لا يرغبون في رؤيتها مستقرة وذلك في إشارة إلى إيران فضلا عن تحذيرات شديدة اللهجة بالعواقب الوخيمة المترتبة على تبني أجندات إيرانية توسعية في معزل عن اتفاقية المناطق الآمنة أو المضي في تسليم ميناء اللاذقية لإدارة إيرانية وإبلاغه بأن موسكو بدأت أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية الأمر الذي يمثل مفاجأة غير متوقعة لنظام الأسد أمام هذا التنافس المحتدم بين روسيا وإيران يظهر الأسد كمن عاد بخفي حنين أمام حاضنته الشعبية وخصوصا أن موسكو لم تبدل حماسة ذاتها التي أبدتها بالدفاع عنه عندما لم تقف بوجه اعتراف أمريكا بسيادة الصهينة على الجلان المحتل بينما تبتعد إيران أكثر فأكثر عن صفة الحليف بالنسبة لروسيا لتتحول كورقة ضغط لا أكثر على الغرب يمكن أن تحريقها وتتخلى عنها في أي لحظة هي تلك إذن لعبة الكريبلين التي أحالت سوريا إلى ركام في سبيل الوصول إلى المتوسط ورمي من يقفون أمام حلمها فيه